يفترض أن تتمكن التحقيقات من توضيح مصدر الثروة الكبيرة التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بحسب صحيفة لوتان الفرنسية تتناول التحقيقات تحويلات مالية بأكثر من 300 مليون دولار أجراها رياض سلامة وشقيقه رجى بين لبنان وسويسرا يشدد سلامة على أن أمواله كلها مصرح بها وقانونية وأنه جمع الثروة من موارثه وعبر مسيرته المهنية في القطاع المالي علما أنه يمتلك فيلا فارهة في جنوب شرق فرنسا ويشهد لبنان منذ العام 2019 أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه المعاصر وانهيارا لقيمة العملة الوطنية فرض لقيود مصرفية تحذر التحويلات المصرفية إلى خارج البلاد وقبل حوالي خمسة أشهر طلبت سويسرا من القضاء اللبناني التعاون معها في تحقيق جار حول شبهة اختلاص وتبييد أموال في حق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجى ومساعدته ماريان حويك القضية مرتبطة بشركة تدعى فوري مملوكة من شقيق الحاكم حصلت من مصرف لبنان على مدى 14 عاما على مبدغ سنوي قدره 20 مليون دولار لقاء خدمات تتعلق بأدوات الدين السيادية بالعملات الأجنبية التي كانت تصدرها الحكومة اللبنانية بحسب الشبهة فإن مجموع هذا المبلغ الذي أودع في بعض المصارف السويسرية استخدم في عمليات تبييد أموال في حال ثبتت التهم سيطبق على حاكم مصرف لبنان أولا ما ورد في قانون النقد والتسليف لأسيما المادتين التاسعة عشر والعشرين التي حددها كيفية إقالة الحاكم بحالة عدة منها إخلاله بواجباته الوظيفية أو امتلاكه أو أخذه منفعة خاصة من المؤسسة هذه القضية تتضمن عددا من الجرائم الجزائية مثل جريم التبييد الأموال والإثراء غير المشروعة موسيقى